اشتركوا في القناة هنستفيد منها كلنا استفادة كاملة لان الحلقة دي احدى الحلقات المهمة جدا جدا اللي توصك معاك وحتعتبر مرجع بالنسبة لك في اقامة اي مشروع تجاري انت عايزه الحلقة دي فيها نوعين من انواع الوحدات اللي هندرسها مع بعض احنا معنا ثلاث وحدات اساسية لكن في نوعين مميزين جدا ممكن حضرتك تستفيد منهم استفادة قصوى في عمل مشروع صغير اللي احنا هو اساسا التعليم الفني او منظومة التعليم الفني اتعملت من اجل تهيل طالب قادر على اعداد مشروع تجاري تمام؟ دي اول حاجة بالنسبة فاحنا النهاردة هناخدوا المادة العلمية هنتناقش مع بعض ونقول هندرس ايه خلال منهج الترمي التاني بازن الله وحندي كده نبزة بسيطة عن بعض المعلومات اللي ممكن تفيد حضرتك او حضرتك في اقامة مشروع تجاري واعتقد الموضوع ده من اهم الموضوعات زي ما قلنا اللي بتتبنى الدولة من اجل الرقية بي طالب التعليم الفني واعداده الاعداد الجيد لسوق العمل النهاردة ان شاء الله بإذن الله اول وحدة من الوحدات هنتكلم فيها وهي وحدة تربية الحمام تاني وحدة هنتكلم فيها وهي وحدة تربية النعام واعتقد ناس كتير جدا متشوقين يعرفوا ايه هي الانواع اللي بتقابلنا في النعام طرق التربية في النعام طريقة المعيشة في النعام طرق التغذية في النعام متوسط اوزان النعام بيوصل لكام لان ده طبعا حاجة اعتقد الناس كلها تحب بتعرف عنها معلومات شيقة حندي معلومات بسيطة لكن ان شاء الله بإذن الله في خلال اه حلقاتنا في الترمي التاني حنتناقش وحندي بقى معلومات باستفادة عن كل منهج من المناهج تالت موضوع حندرسه مع بعض وهو الموضوع اللي هو يعتبر بالنسبة لنا زي ما بيطلق عليه الدهب اللي بيض وهو منهج تربية الاناني احدى المشروعات القومية اللي بتسد العجز في اللحوم الحمراء احدى المشروعات التي يرغبها الكثير في الريف والحضر من الموضوعات الهمة التي تهم شريحة كبيرة من المجتمع وشريحة كبيرة جدا من طلبة التعليم الفني خصوصا ده الموضوع اللي احنا دايما بنتكلم وبنحس الطالب على العمل فيه لان الموضوع ده موضوع شيق اعتقد ان شاء الله باذن الله نديكم فكرة عامة عنه باذن الله هتكون حلقة شيقة هتستفيد منها لازم نعرف مع بعض ايه هي الارانب ايه هي السلالات اللي حضرتك بتسمع عنها تسمع يقولك ايه عندنا سلالات فرنساوي ايه لفظ فرنساوي ده جمنيه نشوفه مع بعض وحنعرف مع بعض الكتير من هذه المعلومات والكتير من السلالات اللي حتقابلني مش تحت بند سلالة فرنسية ولكن سلالات نيوزلاندية سلالات ألمانية سلالات كتير جدا سلالات بلدية محلية الكتير جدا من الانواع ان شاء الله باذن الله حنعرفه مع بعض حنعرف ازاي نعمل مشروع تجاري من خلال تربية مادة زي مادة تربية الارانب دي ازاي نتعامل معها يا ترى المشروع الارانب ده يحتاج مني رأس مال كبير ولا رأس مال قصير رأس مال قصير طب دورة رأس المال بتاعته سريعة جدا يعني حضرتك تستطيع التربع في فترة زمنية قليلة جدا لو جينا تحدثنا عن كل موضوع باستفادة بس هناخده بترتيب الوحدات احنا اول وحدة بالنسبة لنا وهي وحدة تربية الحمام بعد كده هناخده نبزة بسيطة عن تربية النعام ثم بعد ذلك نتكلم مع بعض باستفادة بقى في بقية الحلقة عشان ان شاء الله بإذن الله المعلومات اللي هنقولها لك اعتقد اذا انت سمعتها كده بتركيز ان شاء الله بإذن الله بعد ما تخلص الحلقة هتقول انا عايز نعمل مشروع تربية الارانب واكيد هنكونوا في خدمتك واكيد منتظرين تساؤلاتكم على الحلقة دي على اليوتيوب على قناة مصر للتعليم الفني لان فعلا ده مشروع يعني مميز جدا لكل من يشاهد هذه الحلقة اذا وجدت ان الموضوع اللي انت بتعمله او اللي انت بتستهلكه او المصروف هو انا اللي يوقفني عن ادارة اي مشروع رأس الماء طب اذا كان رأس المال اللي انا بنستخدمه رأس مال ضعيف رأس مال بسيط ما بنستخدمش مصروفات كتير ولكن العائد من الارباح بيكون كتير لا ده ده اللي يخليني بقى نجره على هذا المشروع ناس كتير برة بتلاقيه يملك رأس الماء لكن لا يملك الفكر لتطبيق رأس الماء احنا بقى التعليم الفني بيعمل ايه عمل لك ميزة كويسة جدا ووسق لك المعلومة من خلال مجموعة من المدرسين ومن خلال هذه القناة العملاقة اللي اعتقد دورها كبير جدا جدا فيه تأهيل الطالب لسوق العمل زي ما احنا هن ان حضرتك بتشوف المعلومة مني والمعلومة موسقة والمعلومة عندك دلوقتي على القناة من اما هتجي تعوز معلومة معينة هترجع للحلقة دي اكيد هتستفيد استفادة قصوة بالنسبة لك بعد ما كان الكلام ممكن تسمعه لا دلوقتي انا هنعلمك هنديك علم هنديك معلومة لكن المعلومة دي دورنا كتعليم فني فيه حتى المنظومة الجديدة اللي هي منظومة الجدارات لا دورك التطبيق احنا بقى كنا بنطبق الكلام ده مع طلبنا من كتير كنا بنقول للطالب اول ما يجي درس الارانب تأكد انك لازم هتنفذ هذا المشروع اذا كان عندك امكانيات كبيرة امكانيات متوسطة امكانيات ضعيفة سهل جدا على قد امكانياتك هنتعامل معاك وعلى قد ما معاك انا هنقولك هنعمل ايه واعتقد ان شاء الله باذن الله هتستفيد استفادة كويسة من الحلقة وربنا يقدرني وتكون المعلومة اللي انا هنقدر نديلك هتكون معلومة خفيفة معلومة بسيطة جدا هنقولها يعني لأي شخص يعرفه حتى لو مش طالب بالنسبة لنا ممكن رجل الشرع العادي يستفيد منها ممكن والدتك لو تفرجت على الحلقة هتستفيد منها ممكن والدك لو تفرج على الحلقة هيستفيد منها كويس جدا زي ما بنقولك ناس كتير قوي يملكوا رأس المال لكن لا يملك الفكر واحنا عايزين الاتنين مع بعض احنا عايزين الفكر وعايزين رؤوس اموال صغيرة صغيرة جدا تمام حتستطيع من خلالها باذن الله تكوين رؤوس الاموال الكبيرة وتتوسع في مشروعاتك المستقبلية وتستطيع فعلا عمل شيء لنفسك قد يكون هو البداية في حياتك اللي هي من خلاله أو من خلال التعليم الفني ينظر لك المجتمع نظرة مختلفة عما كان ناس كتير كان يجي يقول لك ده طالب دبلوم لا ده طالب مش عارف سنة وعام لا طالب السنة والعام وميز عن طالب الدبلوم في العصر الحديث حاليا واتجاهات الدولة حاليا كلها بتدعم التعليم الفني دعم كل ليه؟ وجدوا برا في الدول المتقدمة علميا برا ان التعليم الفني هو نهضة التعليم التعليم الفني هو قاطرة التعليم فمش عايزك تحس ان انت دخلت شيء ضعيف لا ده انا دخلت شيء قوي حنستطيع ان انا نتعلم منه حنستطيع ان انا نربح منه ونتربح منه بعد كده حتلاقي الناس كلها هي اللي تجري وراك وتحاول تستفيد من علما اذا احنا مش عايزين النهاردة وزي ما انا تعودت معاكم في الحلقات السابقة كلها انا بنتكلم معاكم ونتكلم معاك على ان انا بنتعلم وايه وحنطبق هذا العلم يعني مش عايز تعليم بس مش عايز نواحي نظرية فقط لغيه لو تكلمنا على النواحي النظرية النواحي النظرية موجودة في الكتاب والكتاب مع حضرتك والكتاب مع حضرتك ولما بتقرأ بتنسى لا انا عايزك تقرأ وتنفذ اللي احنا حنعمله ولو يا اخي على سبيل التجربة ولو بتجارب بسيطة جدا تستطيع من خلالها اثبات ذاتك انت عارف يعنيه تعمل مشروع وينجح ده نجاح لك لشخصيتها ده نجاح وتميز لك انت تميز لشخصك انت بتحس ان انت عملت حاجة في المجتمع لها قيمة فان شاء الله بامر الله هنتكلم على الارانب باستفادة او شوية يعني بجزء النهاردة هندي فكرة عن فكرة عمل مشروع تجاري يتعلق بمادة الارانب بعد ما ناخده فكرة بسيطة كده على منهج تربية الحمام هندرس فيه ايه ومنهج تربية النعام هندرس فيه ايه تمام وبعد كده نخلي الجزء كبير من الحلقة للمشروع الاساسي اللي انا بنحب نتكلم فيه دايما لاننا بنشعر ان شريحة كبيرة من الناس بيتجهوا لهذا الاتجاه سواء كمادة تربية الحمام او تربية الارانب هي الاقصى قبولا لدى الشعب المصري ناس شريحة كبيرة جدا شوف زميلك هتلاقي ناس كتير جدا بتتجه لتربية الحمام لما يتميز به الحمام ودى اول واحدة هندرس من ايه اولا تكلفته بسيطة جدا جدا ما بتتكلفش كتير بالنسبة له النقطة التانية ان الزكر والانسة يتبادلان الرقاض على البيض في حاجات مميزة وفريدة من نحة في بعض الانواع كل الانواع بترؤيد الانسة على البيض لكن في هذا النوع تحديدا يتبادل الزكر والانسة الرقاض على البيض بشيء شيء جدا ان انت تشوف كده لا وايه كما بعد عملية الفاكس من البيض نلاقي ان الزكر والانسة والزكر تحديدا يتولى رعاية الابناء يعني الزكر والانسة يتولى رعاية ابناءه وصغاره لغاية ما يوصل لعمر شهر بعد كده يبدأ ينفصل عنه ويتفرق عمليات رقاض اخرى على البيض وهكذا طب ايش معنى الحمام يا مستر اللي حضرتك بتتكلم عنه والارانب وبتقول دلي هتستفيد منه اولا بالنسبة للحمام هو اكثر مقاومة للامراض اكثر مقاومة لانتشار الامراض ده كويس اوي اذا هذا العامل يساعدني ان انا نشتغل في المشروع ايه يساعدني اوي طب النقطة التانية ان انا لما نتكلم على الحمام بنجد ان الحمام بيعيش اولا هو طائر نظيف جدا طائر شريحة كبيرة من الريف والحضر يغوى تربيته تمام سواء كان في المنازل على اسطح المنازل في ابراج تمام اه وزي ما احنا عارفين طبعا الكلام ده منتشر جدا في كل ربوع مصر طيب كويس اوي النقطة التانية ان معدلات التغذية اللي بيتغذى على الحمام الحمام بيتغذى على الحبوب والبقليات حاجات بسيطة ولو صدت الحمام وعودته على الطيران والرجوع الى المكان وده طبيعي وبيحصل معاك يعني الطائر بيطلع يجيب اكله من برا ما بيكلفكش حاجة لكن حضرتك لازم توفر الوجبات الكاملة اذا تغذية بسيطة جدا اه معدلات الصرف على الادوية بسيطة لان انا قلتلك من الطيور المقاومة بشدة للامراض اذا هذا الطائر يستحق ان احنا نتعامل معاه طائر نظيف جدا نستفيد من الحاجة اللي هي الاسماء طبعا الروس بتاعه ده اسمه الرسمال اسمه ليه الرسمال الراخر بينباع وبيعتبر مصدر كبير للربح بالنسبة لك اذا انا مش بنبث بالرب الحمام بغرض تربية او انتاج زغليل الله لا انا ممكن نحصل منه على الرسمال وده مهم جدا بالنسبة لنا لان الرسمال ده من الاسمدة التي تساعد على خصوبة الطربة بشكل كبير وطبعا كل المزارعين بيجروا وراء مربون الحمام عشان يحصلوا على هذا الرسمال اللي احنا بنقول عليه رسمال الحمام فحاجة مهمة جدا بالنسبة لنا الحمام ده بيعيش فيه ازواء طب هل الحمام ده هذا الكائن كائن مستقنس منذ الاف السنين الكائن ده منذ الفرعنة منذ خمستلاف سنة استقنس هذا الطائر منذ خمستلاف سنة وكان بيطلق عليه الحمام الصخري الحمام الايه الصخري ازا هذا الطائر طائر قديم طب الطائر ده بيتراوح اعماره قد يصل عمره من عشرة الى ستاشر عام واحيانا من اتناشر الى ستاشر عام ازا اعماره كبيرة جدا يعني طائر يعتبر بيقعد عندك فترة زمنية طويلة ازا انت بتستفيد منه اقصى استفادة بتعيش بقى في قلفة طول ما الحمام ده انت بتنشأ ما بينك وما بينه قلفة كما لو كان احد اعضاء الاسرة اللي موجودة معاه وزي ما قلتلك هو طائر نظيف بطبعه طائر تمام يعني كتير جدا من الناس محبين لرؤيته فيه انواع كتير جدا من الحمام عندنا طبعا الحمام زي ما انتوا عارفين الحمام القطاوي الحمام الزاجل وفيه منها حمام الهزاز وفيه منها الحمام البري وفيه حمام اللي هو طبعا احدى الانواع الحمام البلدي كتير جدا منها الانواع وحمام المندن وكتير وحنعرف الكلام ده طبعا في استفادة في حلقة خاصة متعلقة بمنهج نيء الحمام نارده بس تعالى نشوف كده مع بعض هناخده ايه على الاهداف العامة في مادة تربية الحمام الهدف يعني من المادة دي من مادة تربية الدواجل للصف الثاني بيقول لي دراسة الصفات الانتاجية للانواع الاتية زي ميه زي الحمام زي النعام زي ما قلتلك زي الارانب يبقى الوحدات اللي احنا هندرسها مع بعض على مدار الترمي التاني بأمر الله هتكون عبارة عن الحمام والنعام والارانب طيب ايه الغرض من الدراسة دي الغرض التدريب العلمي على المهارات الاساسية بهدف توفير كوادر فنية تواكب سوء العمل هي دي بقى النقطة اللي انا بنقول لك عليه التدريب العلمي على المهارات الاساسية بهدف توفير كوادر فنية لايه لسوء العمل انا عايز نطلع طالب مؤهل لسوء العمل انا منش عايز نعلمك بس زي ما انا قلتلك لا انا عايز نعلمك وتطبك هذا العلم في حاجة تستفيد منها تطلع كده تقول انا خريج مدرسة الزراعة الناس كلها تحاول تتقرب منك عشان تعرف انت عملت ايه ونجحت تمام وان شاء الله احنا لسه سنة تانية مع بعض لانا منهج كبير بإذن الله في الصف الثالث مع بعض حتتناول في كل الموضوع النوع بقى اللي حيجي على هواك واللي انت حتحبه وحترغبه ان شاء الله تنفزه بإذن الله وحتتربح منه ربح كسير حتحس بالفارق ما بين انك خدت شيء اكاديمي بس نظري بس ولا خدت شيء نظري وعملي نقطة التالتة توفير فرص عمل توفير فرص عمل للشباب من خلال اقامة مشروعات الدواجن الصغيرة اذا احنا هدف المادة اساسا ما هوش هدف نظري هدف المادة هو هدف انا عايز نخرج شاب تمام يستطيع العمل شاب يستطيع القيام بمشروعات صغيرة تمام طب يقوم بمشروعات صغيرة من خلال ايه يا جماعة تربية الدواجة في التعليم الزراعي اهم مشروع بالنسبة لك اهم مشروع صغير هو مادة تربية الدواجة زي ما قلتلك من خلال تربية الحمام من خلال تربية الدجاج من خلال تربية الرومي من خلال تربية السمان من خلال تربية النعم من خلال تربية الارانة انما احنا طبعا بنتكلم على الحمام لان اسعار النعم اسعاره غالية جدا عشان كده ده شريحة معينة او رجال اعمال او مستثمرين كبار هما اللي بيدخلوا في هذا النطاق لكن برضو يهميني نعرف بعض المعلومات عن النعام النقطة رقم اربعة بيقولي تحقيق الامن الغذائي وتوفير البروتين الداجيني من اللحوم البيضاء للوصول للاكتفاء الذاتي زي ما حضرتك عارف اسعار اللحوم الحمراء عالية جدا تمام لما انا دلوقتي ندخل في مجال تربية الدواجن يبقى حضرتك بتحقق الامن الغذائي بتوفر البروتين تمام الداجيني اللي هو من اللحوم يعني بتوفر اللحوم باسعار ميسرة لشريحة كبيرة جدا من افراد المجتمع اللي هما ممكن امكانياتهم ما تسمح شي ان هما يجيبوا اللحوم ايه حمراء لكن تسمح له ان هو يشتغل على الدجاج او الحمام بل بالعكس ده دي مرغوبة جدا لشريحة كبيرة جدا من المجتمع وناس كتير جدا يمكن بيحب طيور الداجينة اكتر من اللحوم ايه الحمراء النقطة اللي بعد كده دعم الاقتصاد القومي بزيادة الصادرات من الدواجن ومنتجاتها شايف الكلام بقى دعم الاقتصاد هو يا مستر لو انا عملت مشروع صغير زي ما حضرتك بتقول كده انا بندعم الاقتصاد بتدعم الاقتصاد ودعمه مباشر كما لان حضرتك ما هو انا لما نعمل مشروع حضرتك بتشغل في المشروع ده عدد من الناس اذا انت كده قضيت على البطالة في مصر حضرتك لما بتشتغل والمشروع بيكبر معاكم بتتوسع فيه طب ما انا ممكن نصدر الدواجن دي لبلاد اخرى فبتدخل عمرة صعبة للبلد اذا فيه دعم مباشر للاقتصاد يبقى الاهداف العامة للمادة دي هتبقى عبارة عن دراسة الصفات الانتاجية زي ما قلنا مع بعض هتبقى معايا لازم نقاهل بعض الشباب لسوء العمل لازم نحقق الامن الغذائي لازم توفير فرص عمل للشباب لازم التدريب على المهارات العملية بهدف توفير كوادر فنية عايز نطلع شاب بيطلع يشتغل في مزرعة يعتمد عليه عايز ندعم الاقتصاد اللي هي القاومي يبقى دا الاهداف العامة لمادة تربية الدواجن ان شاء الله اللي هتكون معانا خلال الترمة التاني ننقل على حاجة تانية زي ما قلت لك عبارة عن ايه بقى الحمام تعال نشوف في الحمام هناخد ايه مع بعض يا مستقى هناخدم تحديد الصفات الانتاجية لانواع الحمام تكوين القطيع يعني كيف يتم تكوين القطيع تحديد صفات زغليل الحمام الجيدة اهنو صفات زغليل هنعرف مع بعض اهنون الصفات الجيدة وهنون الصفات الرضيئة للتربية الجيد هو اللي هنستمر فيه الغير جيد لا هنستبعده تحديد الغرض من التربية حضرتك بتربي بغرض ايه بغرض انتاج بيد ولا بغرض انتاج بيد ولا اللي تنم معا تمام بعد كده التعرف على مساكن الحمام وأنواحها لازم نعرف حضرتك هتربي الحمام ده في ايه زي ما قلت لك كل الناس ممكن تربي الحمام فيه حجرات حجرة عادية خالص ممكن تربيه فيه أبراج ممكن تربيه تقوي الأدوات اللازمة للكلام ده كله كويس قوي نيجي بعد كده لازم نتعرف على الاحتياجات البيئية من حرارة وتهوية لأن ده مهم يعني يا مستر الحمام حيعوز ايه درجة حرارة المناسبة لي ايه التهوية بتاعته هتكون ايه الكلام ده لازم تتعرف عليه عشان تستطيع التعامل مع الطارق لازم نشوف طرق التخزية هناخدها بعد كده ازاي نكون علاقك الحمام وان شاء الله في الحلقة بتاعت الحمام هنقولك على تضريبات معينة تعملها عشان لو حبيت تعمل المشروع ده عندك ما تعتمدش على العليقة الخارجية لا تكون عليك العليقة بنفسك وعشان نحط فيها نسبة البورتين زي الكتاب ما بيقول او زي ما احنا هنقول زي ما هنقولك انا عايز نسبة بورتين في العليقة كذا يبقى نعمل تضريبة مكونة من كذا وكذا لضمان ان تكون العليقة عليقة متزنة لضمان ان تكون عليقة تحتوي على جميع العناصر الغذائية كربوهايدرات بورتين دهون املاح معدنية فيتامينات بعد كده هنتكلم على طبعا تكوين علاقك الحمام زي ما قلتلك ثم التسجيل واسطخراج البيانات وتقييم الانتاج يعني يا مستر التسجيل واستخراج البيانات وتقييم الانتاج يعني كل حاجة حضرتك لازم تسجل عندك في سجلات كل حاجة لازم تعمل لها تستخرج لها بيانات ولازم نقيم الانتاج يعني يا مستر مش فاهم يعني ايه كلمة نقيم الانتاج نقيم الانتاج يعني انا مثلا عندي 8 ازواء تمام؟ في زوج متميز بيضع بيض بصفة مستمرة كويس قوي ومعدلات الفاكس بتاعته كويسة ده زوج متميز يبقى متسجل عندي ان تقييم هذا الزوج تمام؟ تقييم جيد بالنسبة لي طب في زوج تاني؟ لا ده بيفقس البيض بتاعه بيفقس مرة لا ده ما بيضعش بيض لا ده بيضع البيض ولكن بيتغزوا على البيض او بيكسروا البيض او ما بيرقودوش عليه لا ده يبقى الزوج ده يستبعد هي دي الغرض من عملية السجلات او عملية التقييم اللي احنا بنقول عليه يبقى عملية التقييم ساعات هتقول لي يعني طب انا نجيب سجلات من ايه؟ يا عمي مفيش مشكلة انا ممكن نجيب كراسة كده ونسطر فيها ونقول احتياجات ايه؟ والكلام ده برضو حنقولولك باستفادة باذن الله مع بعض حنعرفك كل الطرق دي المهم ان التسجيل وجمع البيانات وتقييم البيانات من اشد واهم الاشياء اللي حتقابلني فيه تربية فيه التربية عموما سواء كان تربية حمام سواء كان تربية نعام سواء كان تربية ارانب او اي حاجة طبعا حضرتك بتربيها قبل كده من خلال الوحدات السابقة اللي درسناها قبل كده طيب بعد كده متابعة بناء العش ووضع الايه؟ ووضع البيت والرقاط حتى الايه؟ حتى الفاكس طيب متابعة رعاية الزغالين يعني يا مستر اللي هي متابعة بناء العش يعني بتشوف انا قلتلك الحمام بيعيش فيه ازواج متألفة الزكر والانسة هم اللي بيبنوا العش مش انت اللي بتبنيه حضرتك بتبص بس من بعيد بتشوف ايه؟ انت ممكن تحط بعض الاحتياجات اللي هم ما يعوزوها يعني ممكن توفر لهم القاش في منطقة قريبة منهم عشان ما يطرش لمسافات طويلة خلاص اوك ماشي مفيش مشاكل نوفر القاش ده ونوفر بعض الحاجات ممكن الحصة اللي هو طبعا بيبتلعوا الحمام ويخلي فيه الحواصلة عشان يساعد على عمليات الهض تمام مفيش مشكلة طيب متابعة رعاية الزغالين ايه يا مستر متابعة رعاية الزغالين وانا قلتلك من اللي بيرعى الزغالين المربي ولا الزكر والانسة لا الزكر والانسة اللي هي الاباء هم اللي بيرعهم الزغالين تشوفهم بقى بيوكلهم ولا ما بيوكلهمش هي دي المتابعة اللي حضرتك عينك على القطيع باستمراء عينك على الزغالين تشوفها بتتغذى تغذية جيدة فعلا الزكر فعلا بيغذيها على ما يطلق عليه لبن الحمام اللي هو بيرجعه والكائن الوحيد اللي له قدرة على إرجاع الغذاء من بقه بيرجعه في صورة حاجة اسمها لبن الحمام حاجة اسمها لبن اللي هي الحمام اللي بيغذي الزغالين عليها خلال الفترة دية وده سبحان الله غذاء بيعتبر كامل ومن غيره طائر او زغلول الحمام لا يستطيع المعيشة للفترات طويلة يبقى على حضرتك عمليات المتابعة طبعا فقط لغيب لكن الدور الكبير اللي بيقوم ميمي الزكر والأنس عشان كده أنا بنقولك انت كطالب لو حطيت الموضوع ده في دماغك انت دورك بس دورك بسيط جدا انت بتوفر بعض الاحتياجات عايزين مشابيات عايزين بعض علاق بسيطة عايزين شوية أش عايزين حصة يضحط بتوفر حمام للسباحة لأن طائر الحمام ده من الطيور النضيفة جدا هو بيحب الاستحمام يعني بتوفر حاجات بسيطة تعمل عمليات متابعة للزغليل أثناء طبعا رعايتها من الآباء ده حاجات في منطقة البساطة أعتقد أي حد ممكن القيام بهذا الدون بعد كده هنيجي نشوف وحنا أصول الحمام دي عبارة عن ايه بيقولي تعتبر تربية الحمام بص بقى الكلاء بص الكلاء من أكسب فروع الانتاج الزراعي والحيواني يعني ده مش مجرد كلام أنا بنقوله لا ده الناس كلها اللي بتقوله لا ده صناع الكتب هما اللي بيقوله بيقولك تعتبر تربية الحمام من أكسب فروع الانتاج الزراعي والحيواني ويعيش الحمام في أزواء كل ذكر مع أنساء ويقومان بتفريغ صغارهما يعني طبعا تفريغ الصغار من البيت يعني الفأس وحضنتهما وتعليمهما الطيراء وتغذيتها بدون تدخل من الانساء لا ده كلام مهم جدا إذا حضرتك دورك ضعيف جدا جدا فما فيش مشكلة أن أنت تعتمد على تربية الحمام أدم الأباء هما اللي بيقوموا بالتغذية أدم الأباء هما اللي بيقوموا بعمليات الحضانة أدم الأباء هما اللي بيقوموا بتفريغ البيت خلق بعملية التفريغ بالنسبة للبيت ده كلام كويس جدا يبقى بيقوموا بتفريغ البيت بحضانة البيت بتغذية الزغلية طيب مما يوفر مجهودا كبيرا وحط خط بقى تحت اللي جاي ونفقات كبيرة على المربي يعني المربي ما بيصرفش كتير وأدم المربي ما بيصرفش كتير يبقى أرباحه هتوبك تير ماه لما المصروف يقل الأرباح تزيد أي مشروع بالنسبة لنا عبارة عن إيرادات وعبارة عن مصروفات إذا قلت المصروفات تزيد الإيرادات صح كده ولا لأ طبيعي أو حيزيد صف الربح لأننا بنجيب صف الربح إزاي بنترح الإيرادات من مي من المصروفات طب هنا بقى بالنسبة لتربية الحمام بيقولك في تربية الحمام حضرتك أنت مش هتصرف حاجة أنت مش بتصرف كتير غير أساس تكوين القطيع أساس تكوين البيت أساس تكوين الحجرات اللي بترب فيها أو أساس يعني الأساسيات بتاعتك لكن كل ما يقوم به هو الزكر والإيه والأنسة أظن كده حضرتك متشوك أن أنت أكيد تربي وإيه النوع الأفضل في التربية ده الكلام اللي هناخده بقى مع بعض إن شاء الله باستفادة طبعا في حلقتنا اللي هي حتبقى مخصصة لوحدة تربية الحمام نكمل كده مع بعض بص برضو بيقولك إيه يعيش الحمام حياة إنتاجية تصل إلي كم؟ 16 عام ياه ده أنا ما كنتش متخيل كده يا مستر لا بيعيش لمدة 16 عام يعني بتتراوح أعماره قول من 10 ل 16 عام حسب الأنواع وحسب طبعا الحالة الصحية وحسب التخزية وحسب العوامل البيئية وحسب حاجات كتير بتدخل فيه هذه العملية لكن بيتراوح أعمار الحمام لعمر قد يصل لكام يا شباب لعمر 16 عام ودي برضو أعتقد معلومة جديدة بالنسبة لشريحة كبيرة لأن فيه ناس كانت بطبة متخيلة إن الحمام ده بيعيش موسم أو موسمين أو 3 مواسم بكتير ويموت لا الحمام من الطيور التي طبعا بتقضي فترة طويلة من العمر مع المربي لكن طبعا يجب على المربي عملية تجديد القطيع يعني من التفريخ اللي حضرتك بيطلع لك ننتخب بقى سلالات كويسة نبيع أجزاء منها تمام؟ ونخلي أجزاء عندي نخلي الأجزاء المتميزة اللي هي طبعا معدلات النمو بتاعتها سريعة معدلات التخزيات بتاعتها جيدة الحاجات دي كويسة نخلي ونزود بقى القطيع طب لو القطيع عندي 8 أزواء نخليهم بقى 12 زو نخليهم 16 زو نخليهم 20 زو وهكذا تمام؟ يعني من حضرتك يعني بعد أنت أنت كل اللي حتعوزه هي مصاريف تأسيس المشروع واعتقد الكلام ده مش هيبه بالنسبة لك غالي بل بالعكس هيكون مربح أرباح كبيرة جدا عشان كده حابب نركز ونلقي الضوء على وحدة تربية الحمام تحديدا وكذلك وحدة تربية الأرانب اللي هيخدوا مننا كلام كتير بإذن الله على مدار الترمي التاني بإذن الله تعالى تكون فيها استفادة كويسة لحضراتكم نكمل بعد كده بنقول إيه برضو عايز بقى نشوف الوحدة التانية الوحدة التانية مين بقى؟ اللي هي النعام أعتقد يمكن أول مرة هتسمع بنسمعه كلنا بقى عندنا عن النعام ويمكن احنا بناخد حاجة كده على النعام كلنا بنقول إيه ما تدفنش راسك في الأرض زي النعام مين قال إن النعام بيدفن راسه في الأرض النعام كل ما في الأمر ودي معلومة مغلوطة عند كثير من الناس لازم حضرتك لازم نصححها قبل ما نقول هذا الطائر هو هذا الطائر هو الأقل زكاء الطائر ده طائر النعام ما هو الزكي طائر مزكي لكن بيتميز بمزايا عديدة هنقولها تاني مع بعض لكن خلينا بس نتكلم في النقطة بتاعت ايه؟ يقولك ما تدفنش راسك في الأرض زي النعام النعام عمره ما بيدفن راسه في الأرض النعام كل ما بيعمله إن هو بينزل راسه ما بين أقدامه بينزل الراس ما بين الليه الأقدام لكن ما بيدفنهش الرماء ودي في محاولة للتخفي من الأعداء في محاولة للتخفي من الأعداء طب ليه يا مستر الكلام ده؟ انتوا عارفين إن رقبة النعام رقبة طويلة صح ولا لا؟ آه طيب إذن بيبقى ظاهر لكل الأعداء فكل ما في الأمر الراجل بيعني الطائر بيتوخى الحظة ساعة ما بيظهر عنده أي شيء يستطيع أو حاسس بخوف أو حاسس بفزع بيبدأ يحط أو يضع راسه بين أقدامه تمام لك اللي لم يضحه فيه وصحح المعلومة دي لأي حد يقولك الكلام ده يقولك النعام بيدفن راسه في الأرض وقوله لا النعام ما بيعملش الكلام ده النعام بيضع راسه ما بين أقدامه كنوع من أنواع التخفي والحذر من الأعداء ودي معلومة مهمة جدا نفيدك بيها وحذرتك لازم تكون عارفة كويس تعالوا نشوفوا بقى وحدة النعام دي هندرس فيها ايه على نهاية الوحدة لازم تكون حذرتك تقدر تحدد مواصفات كتكية النعام الجيدة واختيار الطيور البالغة هناخد الكلام ده طبعا باستفادة في حلقتنا مع بعض لازم تعرف معرفة أنواع مساكن النعام وما بها من أدوات يعني ايه هي الأدوات اللي حنستخدمها في مساكن النعام تمام بالإضافة إلى أنواع مساكن النعام طبعا يا طربي وربا بقى في مساكن مغلقة ولا عنابر مفتوحة ولا مراعي ولا ايه كل الكلام ده سيبوا الوقت وحناخدوا ان شاء الله في حلقتهم بإذن الله بعد كده لازم تكون عارفة الاحتياطات الواجب اتخاذها كذلك المساحات المخصصة أو اللازمة لكل طائر في التربية يعني حضرتك حتربي كم طائر والطائر ده بياخد مساحة قد من العنبة لازم تبقى فاهمي الكلام ده كويس قوي بالإضافة إلى تحديد احتياجات النعام من ايه بقى حرارة تهوية تخزية تلت عناصر مهمين جدا جدا لتربية النعام عشان تربي النعام طبعا ده لا يربيه بقى مش ده بقى المشروع اللي أنا ننصحك ان انت تعمله لان ده بيحتاج روز اموال ايه كبيرة لان ناسه لكن ايه المانع اننا نبفاهم ايه المانع بعد ما نشتغل في مجال تمام تربية الدجاج او تربية الرومي او تربية الحمام او السمان او الارانم والمشاريع كبرت معايا ايه المانع اننا ندخل على تربية النعام هتلاقي نفسك متميز جدا طب ليه مستر متميق لان شريحة قليلة اللي بتشتغل فيه حضرتك طبعا من هذه الشريح طب ليه شريحة قليلة عشان هو بيحتاج رسمة ليه كبير اذا انا مش هنبدأ به لا انا بنبدأ بالمشروعات الصغيرة تربية حمام تربية ارانب تربية رومي تربية دجاج تسمين وهكذا اي نوع من الانواع دي انا ممكن نشتغل عليه او نعمل عمليات تفريغ لكن بعد كده حضرتك ممكن تكبر وتعوز تتوسع في المشروع ما احنا قلنا احد حضرتك لما تيجي تعمل اي مشروع او لما تيجي تعملي اي مشروع لازم تكون حاطت في دماغك التوسع لكن انا مش حاطت في دماغي لا انا عايز نبا كده بس لا طموحك لازم يزيد مع مشروع مشروعك بينجح طموحك يزيد المشروع يكبر يبقى مشروع ايه المشروع الصغير يبقى مشروع اكبر واكبر واكبر وده برضو زي ما بنقولك هدفنا اللي احنا بنقاهلك ليه هتعوزني فترات بسيطة في بداية مشاريعك بعد كده احنا اللي هنتعلم منك لان احنا هنتعلم منك لانك هتكتسب خبرات لانك هتمارس الحياة على ارض الواقع هتمارس المشروع على ارض الواقع فهتستطيع ان تفيد بمعلومات علمية مطبقة معلومات علمية موسقة معلومات علمية من خلال التقييمات معلومات علمية صحيحة تمام؟ معلومات علمية من خلال تجارب ومهارات حضرتك مارستها ونفستها فعليا مش من خلال نواحي نظرية بس كتير جداً ناس تتكلم في الدواجن لكن يبقى فاهم نظري لكن على أرض الواقع لما يجي يشوف ما يعرفش يعمل مشروع ما يعرفش ينفذ مشروع طب ليه يا مستر بتقولي الكلام ده بنقولك الكلام ده لأنه دخل يتعلم إزاي ينجح بس في الامتحان أنا مش عايز نعلمك إزاي تنجح بس في الامتحان أنا عايز نعلمك وده دوري الأهم إذا أنا نجحت إن أنا نخليك تنجح طبق أي نجاح لكن نجحت واستطعت بعد كده إنك تعمل مشروع هو ده النجاح الفعلي وليس النجاح بالشهادة تمام؟ إحنا اللي اتنين بنسع عليهم واللي اتنين دورنا كتعليم زراعي ودورنا طبعاً كقناة بتساعد الطالب في هذا المجال وده اللي يعني اللي بيكلمونا فيه طبعاً خبراءنا فيه التعليم الفني الزراعي التوجه الكبير من الدولة تجاه هذا النوع وإقامة المشروعات الصغيرة اللي من خلالها حضرتك بعد كده تدعم الاقتصاد القومي بمشروعات أكبر وأكبر طيب نكمل بعد كده بيقول لي طبعاً فيما يتعلق قلنا بالنسبة طبعاً للنعام نعمل إيه تاني؟ أو هندرس إيه تاني؟ هنعمل عملية متابعة إجراءات التلقيع جمع البيض وفرزه وتخزينه وكيفية حدوث عملية التناسل وده مهم جداً بعد كده هنخدم إزاي نعمل عملية حضانة لكتكيت النعام ثم هنتكلم على تسمين النعام ثم زبح النعام ثم تسويق النعام كيفية إجراء عمليات الزبح كيفية إجراء عمليات التسويق بالنسبة ليه النعام بالإضافة إلى المهم جداً في النهاية عملية تقييم إنتاج النعام من اللحمة وإنتاج الصغار ثم تسجيل البيانات في سجلات عشان المعلومات اللي حضرتك بين الدهالك لازم دي تكون معلومات موسقة معلومات جاية عن تجارب معلومات جاية بنواحي علمية مطبقة بمهارات عملية استخدمت ونفذت فعلية وقدت إلى نجاح المشروع يبقى التقييم ده مهم جداً إن أي حد فينا بيعمل مشروع بيقيم نفسه عملت المشروع صرفت كذا تمام؟ استخدمت وقت وجود كذا حققت أرباح كذا هل ده يتناسى مع حجم الراس مال اللي أنا استخدمته؟ هل ده يتناسى؟ مش راس المال بس مع مجهودك اللي أنت بذلته مع وقتك اللي أنت بذلته في إدارة هذا المشروع لازم حضرتك تكون إذن عمليات التقييم من عدهاش كده وخلاص تسجيل البيانات من عدهاش كده وخلاص من أهم أسباب النجاح هي عملية تسجيل البيانات وعملية تقييم الإنتاج نشوف بقى عمليات التقييم دي بالنسبة لي أنا نجحت في إدارة هذا المشروع ولا لم ننجح في إدارة هذا المشروع هل طائر النعام كان أنت جئت ديه من اللح أنت جئت ديه من الصغار وهكذا طبعا من الموضوعات المختلفة بس دي يعني الموضوعات اللي احنا أخدها فيه إن شاء الله وحدة تربية النعام نكمل بعد كده على نقطة زي ما أنا قلت لك عايزك كده تقراها معايا اللي بنقول إيه يعتبر النعام من أكبر الطيور حجما على وجه الأرض صح ولا لأ أكبر طائر على وجه الأرض هو طائر النعام كويس قوي طيب وهو من الطيور آكلات العجب معلومة برضو بالنسبة لنا جديدة النعام من أهم الطيور اللي هي آكلات العجب إذن حضرتك لما نيجي الرب هيربى فيه مراعي هيربى فيه ايه فيه مراعي ده مهمة أوي يصل ارتفاع النعامة البالغة حوالي 3 أمطار أنت متخيل الوضع ولا لا عشان كده قلت لك الرقبة طويلة جدا إذن طول النعامة البالغة قد يصل إلى حوالي 3 أمطار بص بقى اللي جاي بص اللي جاي سرعة الحماء سرعة النعام تصل سرعة طائر النعام إلى حوالي 30 كيلو متر كل ساعة 30 كيلو متر في الساعة تخيل السرعة التي يجري بها النعام سرعته كام 30 كيلو متر في الساعة طيب النعام ده النعام زي ما قلت لك يصل طوله الكام حوالي 3 متر مش معقولة يا مستر عشان كده قلت لك مربي النعام ده مشروع كبير جدا لكنه مشروع مربح للغاية قد يصل أوزان النعام إلى 100 كيلو جرام متخيل وزن النعامة قد يصل إلى 100 كيلو جرام وفي بعض الأحيان يتخطى هذا بكثير معقول يا مستر ها معقول قلت لك من أكبر أنواع الطيور وزنة ومن أطول أنواع الطيور تمام قد يصل طوله إلى 300 بالإضافة إلى سرعته الفائقة تمام اللي بتساعده طبعا في التنقل من مكان إلى مكان والتخفي من الإعداء زي ما قلت لك سرعته قد تصل إلى 30 كيلو متر في الساعة طيب بيقول لي إيه بقى كمان بيقول لي النعام يملك حاسة إبصار قوية جدا يملك حاسة إبصار قوية جدا كويس إضافة إلى الرقبة المرتفعة التي تساعده على كشف مساحات أكثر من غيره رقبة النعام بص معي رقبة النعام ديك عبارة عن إيه؟ سبحان الله له ميزة ميزة كبيرة جدا في إيه بقى؟ أن طائر النعام له قدرة على تحريك الرأس تمام؟ في كل الاتجاهات في كل الاتجاهات خصوصا عندما يشعر بالخطأ معقولة يا مستر يعني طائر النعام بيلفت رقابته حوالي 360 درجة الكلام ده في وقت ليه؟ الخطأ والعين بقى محاطة بالرموش الطويلة والجفون طب ليه مستر الكلام ده؟ عشان طبعا حمايتها من الرمال أو من أي حاجة لأنه لما بيجري بيجري بسرعات فائقة قلت لك قد تصل إلى 30 كيلو متر في الساعة فسبحان الله ليه رموش طويلة تمام وجفون ايه؟ طويلة بتغطي الرموش ديت طويلة هي والجفون عشان يعني يستطيع حماية العين بص بقى والعين محاطة بالرموش الطويلة والجفون ومتوسط عمر الطائر بص النقطة ديت يتراوح من 30 إلى 70 سنة متوسط عمر الطائر من 30 ل70 سنة يا مستر ده كده عمر طائر النعام بيعيش أكبر من أعمار الإنساء في بعض الأحياء فعلا يبقى بيتراوح عمر النعام من 30 إلى 70 عام محقولة الكلام ده أنت بتفاجئنا ها فعلا مفاجأة مهمة جدا بالنسبة لك طيور النعام من الطيور ده زي البناء آدم ده بيعيش أعمار كبيرة جدا جدا بالنسبة لنا إذن قلنا قبل كده أن طائر الحمام بيعيش يعني حوالي 16 سنة وكنا مستغربين وقلنا ده فترة طويلة جدا اتفاجئنا بقى بأن النعام قد يعيش لمدة لمدة من 30 إلى 70 سنة من 30 إلى 70 سنة كويس قوي إذن طائر النعام زي ما قلتلك بيعد من أكبر الطيور حجما على وجه الأرض ويعتبر من الطيور آكلات العجب يصل ارتفاع النعام حوالي 3 أمطار يصل سرعة طائر النعام حوالي 30 كيلو متر النعام زي ما قلتلك بيتميز بحسة إبصار قوية جدا تمام عشان تمكنه طبعا من التخفي أو تساعده على تساعده في الكتير جدا من من القدرة على كشف مساحات أكبر من غير يعني بشايف رؤية بعيدة شايف مسابة بعيدة يقدر يروح فين ويجي منين النقطة اللي بعد كده قلتلك أن رقبة النعام تستطيع التحريك في خلاء طبعا في جميع الاتجاهات خاصة في وقت الخطأ حست بالخطر تدى النعامة ببص الرقبة تتحرك 360 درجة حواليه طبعا في نوع متميز عن بقية أنواع الطيور الأخرى قلتلك متوسط أعمار النعام قد يصل متوسط عمر النعام من 30 إلى 70 عام لا يا مستر كده شوقتنا لوحدة تربية النعام إن شاء الله بإذن الله هندرس فيها حاجات كتير جدا حبيتني اديك كده حاجات مختصرة حاجات تشويقية عشان إن شاء الله بإذن الله تستفيد من الكلام ده استفادة كاملة برضو بالنسبة لنقطة النعام عايز نقول لك بقى النقطة ديت عشان عايزك توصقها عشان لما حد يقول لك تقول له لأ مستر محمد قال لنا كذا كذا قال لك إيه قال لك طائر النعام لا يدفر رأسه في الأرض كما هو مشاع عنه في حالة الزعر أو الخوف ميجي يحصل لك حاجة كده يقول لك واجه ما تدفنش رأسك في الأرض زي النعام مين قال إن النعام بيدفر رأسه تمام مال إيه اللي بيحصل همستر أي أنه ليس طائر جبان هل النعام طائر جبان ما هو اللي بيدفر رأسه في الأرض تطائر جباء لكن النعام ليس طائر جباء النعام طائر قليل الزكاة لكنه ليس جبانة تمام ولكنه يغفض رأسه بين رجليه ويمد رقبته على الارض عند الحذر او التربص في نوع من انواع التخفي فاهمين ولا لا شباب دي نقطة مهمة جدا جدا اذا طائر النعام بيت في الرأس يا مستر في الارض خلاص انتهت هذه المقولة لو سمحت اي حد يقولها قل له لا طائر النعام ليس طائر جبان ولكنه يغفض رأسه بين رجليه ويمد رقبته على الارض يعني كنوع من انواع التخفي تمام خاصة عند الخطر او الحذر او التربص وديت كده يعني معلومات فنية بسيطة حبيتني اديك فيها كده حاجة عن النعام واعتقد من الموضوعات الشيقة اللي هندرسها مع بعض بامر الله خلال الفترة القادمة باذن الله نشوف بعد كده هنتكلم فيه ان شاء الله بإذن الله انواع سلالات النعام اللي هما ايه طبعا هناخد الكلام ده باستفادة بس ايه انواع سلالات النعام قد يكون نعام احمر الرقبة او ازرق الرقبة او اسود الرقبة يبقى كم نوع وجايب لك منظر جميلة هو تشايف شكل النعام عامل ازاي شايف الجمال بتاع النعامة شايف طول الرقبة ممتد عامل ازاي تمام اذا عندي سلالات النعام ياما احمر الرقبة ياما ازرق الرقبة ياما اسود الرقبة يبقى ثلاث سلالات من سلالات النعام هنتكلم عن كل سلالة برضو باستفادة ان شاء الله بإذن الله فيه مش هناخد درس واحد مش هناخد حلقة واحدة فيه النعام لان طبعا لا تكفي لكن ان شاء الله بإذن الله على مدار الترمي التاني هناخده حلقتين متميزين فيه النعام وحلقتين فيه الحمام تمام وان شاء الله بإذن الله في الأرانب زيهم او اكثر كمان حسب حاجتكم وحسب احتياجاتنا في المنهج بإذن الله الوحدة التالتة اللي هندرسها مع بعض ان شاء الله اللي هتكون معنا اللي هي الأرانب الوحدة دي هندرس فيها ايه هندرس في هذه الوحدة طبعا تحديد الصفات الانتاجية لانواع وسلالات الأرانب معرفة أسس اختيار القطيع حضرتك ميستر انا ناوة نعمل خلاص مشروع أرانب هنعمله ازاي انا بقى هنقولك قصص الاختيار ازاي انت تختار القطيع بتاعك تمام طيب قصص التحسين الوراسي والتغلب على تربية الأقارب طب يا ميستر انا بنطلع قطيع وحضرتك هتقولي خذ من القطيع وربي طب انا ازاي نتغلب او نعمل عمليات تحسين وراسي للتغلب على تربية الايه الأقارب كلام كويس قوي قوي هندرسه مع بعض هيساعدك انك تبقى مقفل المشروع ده تماما نقطة اللي بعد كده هنتكلم على توصيف او وصف مساكن الأرانب البوكسات البطاريات تجهيز عش الولادة الكلام ده كله هياخد مننا وقت كبير وحياخد مننا طبعا مجهود كبير بس لازم هنعرفك كل حاجة عن مساكن الأرانب سواء كانت بوكسات تمام او بطاريات او تجهيز لعش الولادة ثم النقطة المهمة جدا تحديد الاحتياجات البيئية والعوامل التي تؤثر على طبعا الأرانب سواء كانت تهوية سواء كانت اضاءة سواء كانت حرارة سواء كانت تغزية تمام سواء كانت رطوبة كل الاحتياجات الغذائية اللي حضرت او الاحتياجات البيئية اللي موجودة اللي حنعوزها حنتكلم فيه حنقول لك درجة الحرارة المناسبة كام في فصل الشتاء ايه في فصل الصف ايه حنعوز لطوبة ايه اضاءتنا ايه حتستخدم ايه حتشيل ايه الكلام ده كله طبعا على مدار ان شاء الله دراستنا لوحدة تربية الارانب دي بس معلومات كده مقدمة ليه ان شاء الله للي هندرسه باذن الله مع بعض خلال الترمي اللي هي التاني بأمر الله طيب نكمل بعد كده مع بعض فيما يتعلق بالارانب هنعرف ايه تاني هنعرف اليحتاجات الغذائية للارانب حسب العمر والانتاج يعني يا مستر حسب العمر والانتاج يعني فيه اعمار معينة هنحتاج نواحي غذائية معينة تمام يعني كلما تقدم الطائر الارانب في العمر تمام بالنسبة لي لازم يكون عندي تغذية مختلفة هتعوز ايه احتاجات غذائية في المراحل الاولى في المراحل التانية في عمر شهر ايه قبل الفطام ايه وهكذا ايه لان طبعا احنا عارفين ان الام هي اللي بترضح صغرها خلال فترة شهر تمام خلال فترة ايه شهر ثم يتم من بعض الفطام وفي بعض الاحيان قد تمتد الشهر ده ممكن لشهر ونص كمان مع بعض القطعان طيب هنعمل ايه بعد كده هنعمل تقييم الاداء الانتاجي والتسجيل في السجلات واستخراج البيانات كويس يا مستر مهم حضرتك كررت في التلات وحدات تقييم الاداء الانتاجي قلت في الحمام والتسجيل والسجلات والتسجيل في السجلات واستخراج البيانات وقلت في النعم وحضرتك بتقوله في الايراني وقلت قبل كده في الرومي تمام قلت قبل كده في السمان في الترمي الاولاني وقلت قبل كده في الطيور المائية ولسه هنستمر فيه لان انا قلت لك أحد النجاحات المهمة جدا هي تقييم الأداء الانتاجي والتسجيل في السجلات من خلال الأداء الانتاجي والتقييم في السجلات نستطيع معرفة طبعا كل شيء عن الأراني بعد كده عندنا متابعة التلقيح الطبيعي ورعاية الزكور والإناث في موسم التلقييم وكيفية إجراء عملية الجزء ده مهمة جدا والتعرف على الحمل الكازي يعني إيه قد يظن بعض المربين أن هذا تمام هذه الأنثى تمام يعني هو يقول إيه الأنثى دي تحامل لكنها في النهاية تطلع غير حامل ويطلع حمل كازم هنعرفك إيه علامات الحمل الكازم ليه بيذكر حمل كازم كيفية إجراء الجزء تمام بعد إجراء عمليات التلقيح ب12 يوم تبدأ تجري عمليات الجزء للتأكد من وجود حمل أو ما فيش عشان لو ما كانش فيه حمل ما تستهلكش وقت على الفاضي وتاخد الأنثى تكون بتلقحها مرة إيه أخرى بعد كده عندنا رعاية الإناث الحوامل رعاية الأمهات بعد الولادة العناية بالخلفة العناية بلايه بالخلفات اللي زي ما قلتلك بتقوم الأم بإرضاع صغرة لمدة شهر بعد كده تبدأ تفصلهم بعد الشهر ثم حاجة اسمها التبني ظاهرة طبعا حاجة اسمها التبني هنعرفك يعني إيه التبني ثم عملية الفطام ثم تمييز الجنس كلام مهم جدا طبعا حندرسه باستفادة وإن شاء الله في حلقة الأرانب هنديك دراسة جدوة لازم تعمل من خلالها مشروع تربية أرانب بعد كده عندنا التغلب على مشكلات التربية هندرسها مع بعض إيه اللي قابلني من المشاكل وإيه اللي أنا قدرت نتغلب عليه وإيه اللي أنا مش قادر نعمله وطبعا نستشير ونشوم ثم ظاهرة الافتراس ظاهرة الافتراس إن أنت الأنسة بتضع صغارة بعد الولادة ممكن تكون بأكل هذه الصغار هذه الظاهرة بيطلق على ظاهرة الافتراس هنعرف أسبابها بتبع عبارة عن إيه وكيفية التغلب عليها إيه كذلك أكل الفراب الأرنباب بتاكل الفراب بتاكل ليه هنشوف الكلام ده عبارة عن إيه صدمة الفطام هنعرف برضو الكلام ده إيه والاستفادة من مخلفات الأرانب والاستفادة من مخلفات الأرانب كلام ده كله إن شاء الله بأمر الله هندرسه مع بعض خلال الفترة القادمة وزي ما قلتلك ده بيعتبر الأرانب من أهم مصادر البروتين الحيواني حيث يمكنها سد الفجوة الغذائية الناجمة عن نقص نصيب الفرض من اللحوم البيضاء في مصر وذلك لقصر التناسلها وسرعة نموها وسهولة تربيتها حضرتك الأرنب بعد شهر بعد شهر بتولد تمام بعد كده عندنا هنعرف طبعا أصل الأرانب ديت إيه وأنواع كتير من السلالات اللي احتبها معنا زي النيوزلندي زي الكاليفورنيا زي الشنشيلة زي سلالات متخصصة في إنتاج الشعر والفراء زي سلالة الأنجوراء وكتير جدا من السلالات اللي نحن ندرس زي البوسكات كتير قوي من السلالات إن شاء الله في حلقتين منفصلتين أو ثلاث حلقات كمان عن الأرانب هنختم حلقات الأرانب بإذن الله في الترمي التاني وإحنا مع بعض بإذن الله طبعا بدراسة جدوى لكيفية عمل مشروع لتربية الأرانب لأن ده من المشروعات الشيقة اللي بيهوى شريحة كبيرة جدا جدا من الناس وأرجو إن شاء الله نكونوا استفادنا من المقدمة البسيطة اللي احنا عملناها عن الثلاث وحدات اللي هندرسهم مع بعض اللي وذكرناهم اللي هي وحدة تربية الحمام ووحدة تربية النعام ووحدة تربية الأرانب وأرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة وكان معكم من تلفزيون المصري محمد المغربي وشكر خاص لأسرة البرنامج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا